من جانبه أثنى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في وضع وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تساند منظومة العمل الخيري والإنساني وأشهد معالي برعاية واهتمام جلالة الملك المعظم بتقديم أوجه الدعم والمساعدة لإغاثية للشعوب التي تواجه الأزمات والكوارث هذا وأكد الصالح أن البحرين تواصل نهج العطاء والعمل الخيري الذي جبلت عليه على مر التاريخ معربا عن الفخر والاعتزاز بالمكانة المرموقة التي تحققها مملكة البحرين إقليميا ودوليا في مجال العمل الخيري مشيدا باهتمام ومتابعة مولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لمواصلة الارتقاء بالعمل الخيري هذا ولفت معالي إلى أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تعتبر علامة بارزة في مجال العمل الخيري والإنساني منوها بالدور الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في هذا الشأن